فما وظيفتنا في هذه الأرض وظيفتنا أن نعمل صالحا أن نعمل العمل الصالح هذا العمل الصالح هو بإذن الله عز وجل سيكون سببا في صلاح نهايتنا فمن صلح عمله صلحت نهايته ومن فسد عمله فسدت نهايته قال الله عز وجل بعد أن ذكر قصة أبينا آدم عليه السلام قال مخاطبا بني آدم كلهم يا بني آدم إما ياتي أنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والمقابل والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالده قال أرحم الراحمين لذلك ينبغي أن يكون همنا نحن أبناء آدم هنا على ظهر هذه الأرض أن نعمل صالحا وأن نكثل من العمل الصالح حتى تصلح نهايتنا وإذلك حتى تكون نهايتنا صالحة وقبل أن أذكر النهاية آثرت أن أتحدث في هذه الحلقة وأن أخصصها للعمل الصالح رجاء أن تصلح نهايتنا أيها السادة والسيدات الأكارم بالعمل الصالح تتنزل الرحمات وتحل البركات وتستجاب الدعوات وترفع الدرجات وتكفر السيئات به يحصل الحفظ والرعاية والأمن والوقاية به يثقل الميزان يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون العمل الصالح سبب بل شرط لحصول الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة قال تعالى من عمل صالحا من ذكر نونثى وهو موم فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم وأجرهم بأحسن ما كان يعملون العمل الصالح ثوابه الجزاء الحسن وتكفر السيئات قال تعالى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون بالعمل الصالح يحصل الفلاح وهو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب وأعظوا مطلوب درك الجنان وأعظوا مرهوب النار أعظنا الله وإياكم منها قال سبحانه فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين بالعمل الصالح تحصل الهداية قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان بالعمل الصالح يحبك الله تنال محبة الله جل جلاله يقول سبحانه في الحديث القدسي وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّ وَافِلِي حَتَّى أُحِبَّهِ قبله قال وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَطْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهِ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولإن استعاذني لأعيدنه بالعمل الصالح تنال محبة الخلق القلوب أيها الأفاضل لا يملكها إلا الله ليس لأحد سلطان على القلوب إلا ربنا وخالقها فبالعمل الصالح يقذف ربنا سبحانه في قلوب الناس محبة هذا الذي يعمل الصالحات وذا أمر مشاهد ومعروف قد تجد إنسان يعمل أعمالا صالحة فيحبه الناس وإنسان أعماله سيئة قبيحة يحرس الناس على اتقاء شره قال الله تعالى إن الذين آمنوا عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى أي محبة في نفوس الناس وفي صحي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا ناد جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل يا الله فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض يحبه الله يحبه جبريل يحبه باقي الملائكة يحبه أهل الأرض بالعمل الصالح تصلح أحوال العبد قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم أن يصلحوا الله تعالى أحوالهم الدينية والدنيوية بالعمل الصالح يدخل الإنسان في زمرة الصالحين وأكرم به من شرف وفضل والله قال سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين بالعمل الصالح تستجاب الدعوات قال ربنا ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر